بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآله بكم تلاميس الصف الرابع الابتدائي لقناة انجليز الابتدائي مع السناء السلمان نهاردة ان شاء الله وصلنا لصفحة تلتمية وتلتاشر من كتاب المعاصر عليها لسوم فور بارت تو الدرس الرابع الجزء التاني عندنا لسه شغالين في الوحلة الستة اخر الوحلة في المنهج النطق صوتية استمع وردد هنتكلم النهاردة عن يعني اصوات هو الحروف المتحركة الاصوات القصيرة للحروف المتحركة عندنا الحرف يو ميكس ساوند ا يبدو الصوت ا زي ايه صن 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 شمس طيب هنا زالتر ا الحرف ايه ميكس ساوند ا زي ايه فان فان شاحنة زالتر ايه الحرف ايه ميكس ساوند في يدي الصوت ايه ايه يدي الصوت ايه زي فش 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 سمكة زالتر ايه الحرف ايه ميكس ساوند يعمل الصوت ايه ا ا نقول تن تن صوت تا تن ادي رقم عشرة نشوف صفحة 314 فيها قوز على الفانيكس اللي احنا اخدناها هنا listen استمع and write the missing sound واكتب الصوت ايه انا مفقود هنا هتكمل بقي الحروف الموجودة هنا لها تديك الاصوات المختلفة language لغة the prefix dis البادئة dis نضفها للفعل في بداية الفعل فتدينا معنى المضاد او العكس معناها not لما اقول dislike dislike معناها not like something يعني لا يحب شيئا ما like يحب dislike لا يحب read and learn اقرأ وتعلم obey obey يعني يطيع لما نحط قبلها dis disobey يعني يعصي عكس يطيع يعصي agree يوافق عكسها disagree يرفض appear يظهر appear يظهر هتبقى disappear يختفي disappear يختفي اما هنا بيقول لاحظ اني disappoint يحبط دا الفعل disappointed محبط دي صفة disappoint الفعل معناها يحبط disappointed الصفة معناها محبط انسان محبط يعني يشعر بالاحباط نشوف صفحة 315 فيها activity نشاط read and trace اقرأ وتتبع نقاط the boy is الولد disappointed يعني محبط he didn't pass the exam he didn't pass the test يعني هو لم يكتاز الاختبار number two he dislikes ice cream يعني هو لا يحب الايس كريم هذه dislikes يعني لا يحب عكسها like يحب these friends هؤلاء الأصدقاء disagree disagree يعني غير متوافقين disagree I'm sorry أنا آسف because I لأني أنا disobeyed disobeyed my mom يعني عصيت أمي عصيت أمي number five the rabbit اللي هو الأرنب disappeared يعني اختفى from the hat اختفى من القبع كده هو بيدربنا على ايه على إضافة this قبل الأفعى علشان تدي العكس طيب نشوف هنا صفحة 316 فيها lesson four part three درس الرابع الجزء التالك منه prime numbers اللي هو الاعداد الاولي read and identify اقرأ وتعرف a prime number العدد الاولي او الرقم الاولي is a number you can divide only by itself and one يعني ايه هو العدد الاولي احنا اخذناه في مادة الرياضيات يمكن قسمته على حكتم بس نفسه والواحد هنا جايب امثلة two three five وهكذا look and learn انظر وتعلم عندك الرقم ايه ده two الرقم اتنين ده عدد اولي ليه علشان احنا نقدر نقسمه على نفسه والواحد فقط دي هنقرأها ازاي هنقول two times one two times one equals two يعني اتنين في واحد هتساوي الاتنين طيب هنا رقم ده كام three divided by ايه three and itself يعني ايه يمكن تقسيمه على نفسه وعلى التلاتة دي هنقول عليها ايه three times one equals three يعني تلاتة في واحد تساوي تلاتة يعني الارقام الاولية اصغر الارقام الاولية هي ايه two three five اصغر الارقام الاولية هي اتنين تلاتة بعدها خمسة وهكذا يعني العدد واحد لديه عامل واحد فقط therefore لذا one is not a prime number لذا الواحد لا يعتبر عدد اول والكلام ده احنا اخذنا في مادة الرياضيات برضو بتقول ان الواحد ليست عدد اولي ليه لانه منهش الا عامل واحد فقط لكن الاعداد الاولية عندها عامل اتنين نفسها والواحد صفحة 317 فيها جنرال اكسرسايز number prime number هذه prime number هذه prime number يعني اتنين كده رقم اولي 4 is non prime number يبقى هنكتب هنا non prime هذه prime ونكمل هنختص number بالحرف n number هنا 3 1 is 1 is non prime number يبقى هذه non prime ونكمل number يعني عدد غير اول 5 is 5 is prime number ينقول هنا هذه prime number يعني عدد اول 6 is 6 is non prime number هنكتب هنا برضو non prime هذه prime number 7 7 7 دقيقة prime number هذه prime number prime number يعني عدد اول اوكي نشوف هنا number 2 اختار الاجابة الصحيحة number 1 هنا عايزك تختار رقم من dot is a prime number يعني رقم اولي فين الرقم الاولي في dot هو 19 90 يبقى هنفتار 90 اصغر عدد اولي هو ايه هو 2 لكن 0 ده مش prime number مش عدد اولي ولا الواحد كمان عدد اول الوحيد اللي في دول عدد اولي هو 2 name عايزك تختار رقم دول isn't a prime number ليس عدد اولي مين فيهم ليس عدد اولي الواحد ليه لانه مرهوش الا عام الواحد فقط number 3 هنا read and circle اقرأ وضع دائرة a prime number عدد اولي او رقم اول can be divided by يمكن تقسيمه by any number يمكن تقسيمه على اي عدد العبارة true ولا false طبعا false لان احنا قلنا الرقم الاولي او العدد الاولي يمكن تقسيمه by only itself and one نفسه والواحد number 2 which number is not a prime number اي رقم من دول ليس رقم اولي مين فيهم ليس رقم اولي طبعا عندك اختيارين ده وده الاثنين دول اعداد ليست اولي لكن الاثنين number 2 ده بس هو prime number number which number is a prime number اي من دول prime number يعني عدد اولي مين فيهم عدد اولي 13 number 4 1 is a prime number يعني الواحد هو عدد اولي العبارة دي true ولا false false نقولنا الواحد مش عدد اولي عشان مالهوش الا عام الواحد فقط صفحة 318 اختار الاجابة الصحيحة الرقم الاولي يمكن تقسيم على ا 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 نختار ب واحد ورقم نفسه ده تعريف العدد الاول number two which of the following is a prime number اي من الاعداد التالية هو عدد اولي من فيهم طبعا two لكن دول لا non prime numbers how many prime numbers are there between ten and twenty كم عدد الاعداد الاولية بين الرقمين عشرة و عشرين كم عدهم كده هتلاقي انهم four ليه لانهم eleven thirteen دول اربع ارقام اولية موجودة بين العشرة والعشرين number four بيقول ايه number fifteen is رقم خمستاشر مال is prime prime يعني اولي not prime غير اولي even number عدد زوجي لا هو not prime هو كده عدد غير اولي لكن prime معنى اولي even number او ان عدد زوجي ده مش عدد زوجي number five add اضف if the answer is a prime number لو الاجابة هتدي لك رقم اولي write it in red اكتب ها باللون الاحمر يعني انت هتحسب المسائل دي لو انها تكتلع عدد اولي او رقم اولي تكتبه باللون الاحمر طيب هنا بيقول ايه 27 plus 10 equals 27 plus 10 equals 37 يبقى هنكتب هنا 37 طيب ليه كتبناها باللون الاحمر لان 37 is a prime number عدد اولي number two 30 plus 3 equals 33 طيب 33 هو عايز يقول العدد 23 عدد 30 زائد 3 30 زائد 3 هدينا كام 33 طيب 33 ده عدد اولي ولا عدد غير اولي طبعا عدد غير اولي هنكتبه باللون الازر number number three هنا بيقول ايه four plus three equals four plus three equals seven طيب seven كده prime number يبقى محتاجين نكتبها باللون الاحمر هنكتب هنا seven اوكي طيب 20 plus nine equals 20 plus nine equals 29 ايه 29 برضو هنكتبها باللون الاحمر لان 29 is a prime number ده رقم اولي 20 plus 21 equals equals 41 طيب 41 العدد ده كده prime number يعني عدد اولي عشان كده 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 بناء باللون الاحمر يعني ستة زائد خمسة يساوي الحداشر والحداشر ده عدد اولي عشان كده كده بناء باللون الاحمر one plus two equals three three ده عدد اولي عشان كده عملنا برضو باللون الاحمر seventy plus nine equals seventy nine seventy nine هنكتب هنا seventy nine ده عدد اولي عشان كده كده كتبنا باللون الاحمر نشوف هنا number six بيقوله read and take اقرأ وضع ايه write ضع علامة صح if the number is a prime number لو الرقم اللي قدامك هو a prime number يعني عدد اولي او رقم اول four اولي لا four مش اول يبقى هنضع هنا علامة ايه هنا مش هنضع علامة صح علشان ده مش عدد اولي طيب هنا twenty eight لحظة twenty eight twenty eight ده prime number لا ده مش prime number ده مش prime number طيب هنا number three eleven eleven ده prime number ايوة ده prime number يعني عدد اولي يبقى لازم نضع هنا اعلامة صح اوكي طيب ممكن كمان نخليها باللون الازرق ايه ده علامة صح باللون الازرق بعد كده عندنا twenty nine twenty nine ده prime number هيوة ده prime number عشان كده هنضع هنا علامة طيب number seven برضو prime number يعني عدد اولي فاضل واحد بس عندنا اللي هو ten ten ده عدد اولي لا فعلشان كده مش هنضع عنده علامة صح وصلنا لحد صفة كام تلتمية وتمنتاشر ان شاء الله الحلقة الجاية ناخد اخر حاجة عندنا في اليونت اللي هو درسين خمسة وستة نبقاكم على خير ان شاء الله تابعونا في قناة انجليزي ابتدائي مع من السلام السمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعونا في القناة انجليزي ابتدائي